السلام عليكم متابعين الكرام أهلا بكم في قناتنا الإخبارية أفادت بوابة أخبار اليوم المصرية أن الاتحاد القطر لكرة القدم عرض على مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار التعاقد معه لمدة أربع سنواته حتى يتأتى له تحضير المنتخب القطر لنهائية كأس العالم 2022 وعلمت بوابة أخبار اليوم أن الاتحاد القطر لكرة القدم تواصل مع رونار بشكل مباشر ومع وكيله وعرض عليه تولي تدريب منتخب قطر بعقد مدته أربع سنوات حتى نهائية كأس العالم 2022 ووصل العرض القطري إلى 2.5 مليون يورو سنويا ليصل مجموع ما سيحصل عليه رونار إلى 10 مليون يورو في أربع سنوات بخلاف المكافآت وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف راتبه مع المنتخب المغربي الصحيفة المصرية أوضحت كذلك أن الاتحاد المصري لللعبة قرر غض الطرف عن التفاوض مع المدرب الفرنسي وذلك بسبب ارتباطه مع المنتخب المغربي بعقد يمتد إلى غاية سنة 2022 حسب ما صرح به رئيس الاتحاد هاني أبو ريدا خلال ندوة صحافية عقدها الأربعاء الماضي شكرا على المشاهدة نعتقد أنكم نخبة خاصة تعشق متابعة الأخبار لذا إذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن شكرا على المشاهدة